لو يجينا اطلعنا عالكباستر المعادل الاساس راح نعتبر كمان الكباستر by default is a load. بس احنا عارفين انه الاندكتر والكباستر شو منسميهم بالاسم العام تبعهم? reactive components. reactive components لانه هو اترياكتس بعطيه انا انرجي بخزنها برجع لي اياها. والكباستر by default منعتبره load. وراح نقط نفس الاشي. Vc of T plus minus. ورفعت برجة current by default is C of T بهذا الاندكتر. واذا جينا حطينا المعادلة العامة اذا حطي دقول هون q بتساوي c v لو ويجي تشتقيت هون as a function of time ووشتقيت هون as a function of time. dq ايش هي؟ هي ...i c of T. C constant بتطلع برة. وبصير عندي هون دي على دي تي بي سي اوف تي. تشبه المعادلة تماما تبعت? الاندكتر كانت معادلة الاندكتر بي ال اوف تي بتساوي ال دي على دي تي باي ال اوف تي. هاي هون الاندكتر. وهاي هون. نفسي فيها. نعمل نفس الاناليسيز على الكباستر. فمنيجي منقول هاي عندي هون الكباستر بهاي الحالة. الحالة العادية راح افترضه انه لما يكون هو لوت. لما يكون لوت عندي بي سي اوف تي. اذا اجيت حطيت القاور هون من زيرو لتي هي اي سي اوف تاو. بي سي اوف تاو. دي تاو. تاو بنسمي دمي. دمي. فهي الباور فاذا كان هذا بوزيتف وهذا بوزيتف حسب الاستلاح راح تكون عندي الباور المخزنة او هاي افوان هاي الانرجي. وحدة الانرجي صحيح هاي وحدتها انرجي ايش وحدة الانرجي. جول هون عندي امبير بولت ساكنز. فعندي هون ازا ما صار يمر الكارنت بهذا الاتجاه. اي سي اوف تي. وهاي بلس بلس ماينس سي اوف تي. هاد عماله بتحول. هادة في الحالة هاي عماله بشتغل ازا كان الكيس ون. اللي كان الكارنت بوزيتف او يعني خليها نقول كيس ون. ايش اللي بدي يكون هلأ بوزيتف. الفولتج عم بزيد. هناك كان الكارنت تزيد. هون الفولتج بزيد. ازا هون عندي كيس ون. دي. في سي اوف تي. في سب سي اوف تي. او بوزيتف. ازا وزا كانت في سي اوف تي. ازا كانت في سي اوف تي. شو لازم تكون اشارة اي. ازا هاي معناها بوزيتف. وهاي بدا تكون بوزيتف. بوزيتف معناها الكارنت عماله بشتغل بها. ازا طبعا راح تزيد الانرجي. لانو الانرجي اللي مخزنة هون شو بتساوي? هاف. سي. في سي. زي ما كانت عندي بحالة الاندكتر. ايش كانت? هاف. ال. هاي. هاي وحدة هجولز وهاي وحدة هجولز. ازا نعمالها بترتفع بتزيد الطاقة عندنا هون. ونفس الاشي لو رسمت الكارنت راح تلاقي الكارنت تتغير فجأة هلا بنرسمه. يعني ازا كان عماله بزيد. وفجأة بدأ البولتج ينقص. ايش فجأة راح يصير بالكارنت? راح يعنكس اتجابه. هل بصير الكارنت يتطير فجأة هون? الفولتج ما بصير يتغير. ازا عندي لو اخدنا الان كيس تو. كيس تو قلنا دي في سي اوف تي. على دي تي. معناها في سي اوف تي. وازا كانها دي كريسين راح يكون هادا. سورس. وزا بنكون الانرجي. دي كريسين. والكارنت لازم يصير. ناكتف باستضاح اللوت. وراح يصير الكارنت بهذا الاتجاه. وزا الكارنت بصير بهذا الاتجاه. اه. بي سكوار. وهون اي سكوار. تمام. والاول حطناها مصبوطة لما حكينا عن الاندكتر. ازا هون صار عندي هلا. ازا هو عماله بزود الانرجي تبعته هلا. لا. لا شيء تاني. هو تحول الان للود. وازا رسمنا نفس الرسم اللي رسمناها قبل شوي للكباسيتر. رسمناها الاندكتر نرسمها نفسها للكباسيتر. راح يكون عندي هون تي. وهذا عندي هون بي سي اوف تي. ولو حطنا خليها. انكريسي. دي كريسي. وبعدين كونستان. زي ما عاربنا بي شوي. فرح يكون عندي بهذا الشكل. هذا الشكل. ايش السلوك هون تبع بي سي اوف تي. ازا هون عماله بشتغل ك. لود. وهون عماله بشتغل ك. سورس. والكارنت لو جينا رسمنا الان الكارنت. راح كون عندي بشتغل بهاي الحالة. فالكارنت هون اللي هو اي سي اوف اي. وبعدين باللحظة هاي راح يتغير فجأة. دي لقيمة هاي. وبعدين هون ايش راح يرجع? زيره له. انه بالكيس تلاتة ازا بنا نسمي هاي كيس تلاتة. لا هو سورس ولا هو لود. عندي الكاباستنس. حطيت فولتج على الكاباستر وضل نخزن الطاقة. ولا عماله بعطي كارنت ولا عماله باخد كارنت. فهاي ازا هاي تبعت الكاباستر بنفس الطريقة.